السلام عليكم شباب وهلا والله مقطع اليوم رح حكي فيه عن رأيي وانطباعي بلعبة لايت دراجن إيشن اللعبة كانت معروضة بمؤتما ب playstation state of play الأخير فبهذا الفيديو رح حكي عن انطباعي ورأيي بالموضوع اللعب فإذا انت منك مشترك بالقناة يا راب تتكرم عبو كل أبو حمد وتشترك بالقناة وتفعل جرس تنبيهات لا يوصل الكتاب وإذا انت مشترك بالقناة فعن جد شكرا للكم من كل قلبي وبمجهودكم انتم ومساعدتكم ودعمكم ومحبتكم بقدر وصل هذه القناة للألف مشترك وبإذن الله محبتكم الأقلية هي نشان على صدري وعلى روصي وعين وحتى ما أطول عليكم كتير أنا محمد من القناة Game Inspector وخلونا نبلش ولكن بعد الإنترو لعبة Like a Dragon Ishan من تطوير شركة سيجا واللعبة هي عبارة عن الميك يعني اللعبة كانت إصدارها الأول سنة 2014 وهل راح شوية أنا وإنتوا نشوف بعض المشيات من اللعبة الأصلية يعني اللعبة اللي كانت موجودة بال2014 خلونا نشوفها موسيقى مثل ما رأيته هذا شكل اللعبة كانت بال2014 وهلأ شوفوا الداش في التحسين المقطع الجاية أستعرضتكم إياه كمان أنا وإياكم لا حتى تشوف بوقت أصير الداش في التحسين على البيع خلونا نشوفوا سواء اللعبة القادمة اللعبة ستقدم عالم مفتوح بمناطق اليابان مشابه الى عالم اليكوزا تماما ولكن بالقرن التاسع عشر اما اذا بدي احكي شوية عن القصة فانا بخبركم من هلا ان قصة اللعبة تعتبر من القصص الاوي ودائما العاب الياباني يمتازون ومعروفين انهم بالعمق بالقصة وهذا بيعطيهم نقاط ايجابية بجميع العاب انهم انهم دائما قصة قوية محبوكة جدا جدا وبيشتغلوا كتير على الشخصيات بدرجة انه انت تحب شخصية البطل او الشخصيات السنوية ممكن تتعاطف معها وممكن تحبها لذلك انا بعتبر ان القصة رح تكون قصة اللعبة كتير قوية وخلونا انا وياكم شوية نشوف تصميم العالم ونشوف كيف شكل العالم هاك بنظر عن قرب ونحكي فيها داخل الفيديو ان شاء الله عالم اللعبة مصمم بطريقة جيدة جدا لا يعكس صورة اليابان والاجواء اليابانية وهالشي خليني اخد فكرة عن العصر يلي هي فيه وخليني منغمس بكل تفصيل كبير وصغير ومعجب بهذا العالم لابعد الحدود معجب بالمناظر يلي فيه معجب باللباس الياباني معجب بالطرقات يلي فيه بالازقة يلي فيه بكلشي فيه وبعد ما شفنا تصميم العالم انا وياكم وحكينا عنه خلونا نشوف بنظرة دقيقة جدا عمق الشخصيات وواقعيتها خلونا نستعب الفيديو ومنحكي عنه ومثل ما شفنا بالفيديو تصميم الشخصيات اقل ما يقال عنه انه واقعي جدا لدرجة انا عم احضر العرض فكرت حولي عم احضر فيلم ما عم احضر مشاهد من اللعبة تصميم الشخصيات وتشسيدها متعوب عليها بطريقة مناطبيعية بطريقة مدروسة بطريقة كتير متقنة بطريقة فيها من الحرفية ما فيها حتى انا بشوف انه هاي اللعبة ما تعمل مع ريميك يعني ما حسات انه الطائمين على هاللعبة تعملوا مع اللعبة على انه ريميك لا انما اخدوها مثل ما هي ونفضوها مجديد وكأنه نصمموا لعبة جديدة وها هان المعلمين هان النقطة الايجابية اللي فيها فعلا من الحرفية انه انت لما بدك تقدم للناس لو ريميك محسن انت تعطي حقه تعطي انته تعطي مكانته تعطي وقته وانا برأي الجماعة عطوا حقه وطبشه وقدموه على انه لعبة يعني الناس اللي شايفه عارفة تماما اللعبة الجزء الموضي اللي كان بالالفان واربطعش وعام نتشوف اللعبة لايك درابين ايشن بالحلة الجديدة وبالمظهر الجديد ما رح يفكر الا انه هو جزء تاني من اللعبة لا يمكن ان يكون ريميك لا لا وهاي نقطة تحسب لفريق المطورين القاموا على هذا العمل يا اخي تسلم ايديكن فعلا مع المين وهلأ شوي انا رقصت اعرض لكم مشاهد من الريميك ومشاهد من اللعبة الاصلية اللي كانت موجودة بالالفان واربطعش ونشوف الفرق بتصميم الشخصيات وببعض الامور بشكل سريع خلوكم معنا اما عن الاداء الصوتي فالجماعة جايبين مشهير ممثلين مشهير موجودين باليابان وكانوا موجودين اصلا بعلعاب سابقة وهلا انا وياكم رح نستعبد شوي من الاداء الصوتي تبع الشخصيات وشوفوا قداش في حرفيه ومثل ما شفناه انا برأي الشخص المطورد انه الاداء صحيح الصوتي ممتاز وما في اي حكي علا ولا غبار علا مقارنة مع علعاب تاني يعني الممثلين عاطين الدار حقه يعني بتقول ابدا شربينينا بالمعلقة وعاطينها الدار حقه يا اخي انا بحب الشغلات اللي فيها معالمية مرائي انا بحب الشغلات المكتملة ها مزاج والله العظيم انا معجب فعلا معجب بكل تفصيل بهاللعب بها التقديم للريميك فعلا لانه فعلا متعوب علي فعلا ما ضي حق الجماعة سواء كنتم محبين شركة سوني ولا لا انا ماني عم طبل لشركة سوني لا ولكن الاسس المتعوب علي والشي المتعوب علي بحب اعطي حقه وبرأي الشخصي والمتواضع انه هاللعبة ممكن تكون اهم الالعاب القادمة 2023 هاد رأي الشخصي المتواضع وبنهاية الفيديو اصدقائي اذا ما كنت مشترك بالقناة اخوك الابو حمال وكرمالها العيون اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات وانا لك من الشاركيرين والممنونين واذا انت مشترك بالقناة عزيزي المتابع فيا رات تنضع من لايك للفيديو وتنشروه لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء وانا فعلا ممنونك ومشكور لالك ومنها الله مقطع جديد وفيديو جديد دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته